نحن الآن في مدرية الغيل هذه المدرية التي يسكنها مئات النازحين القادمين من محافظات مختلفة من عمران وحجة وغيرها من المحافظات التي جاءوا من هناك هربا من الميليشيا وإلى هنا استهدفتهم الميليشيا بقذائفها التي راح ضحيتها الأطفال والنساء والرجال هنا في هذه المنطقة كما تشاهدون بيوت مدمرة تدمرت نتيجة الحرب التي كانت هنا وبعد أن صارت آمنة من المعارك التي اندلعت فيها صارت اليوم استهداف للميليشيا التي لا تكاد تتوقف قذائفها من استهداف المواطنين كان أخيرا استهداف أربعة أطفال سقطوا اليوم ضحية هاون قذيفة هاون سقطت على هذه القرية يقف إلى جولا أحد أفراد القرية النازحين القادمين من محافظة حجة يحدثنا عن القذائف التي تسقط إلى هذه المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم نحن أحد النازحين الذي نسكن في مديرية الغيل محافظة الجوف ونحن من محافظة حجة ولنا أربعة شهور من حين نزحنا وسكننا في هذه القرية ولا نتفاجأ من العدو إلا بقذائف مكثفة بالهاونات والصواريخ إلى البيوت والمنازل لقتل الأطفال والأرامل والنساء يعني موقف يعني إجرامي لا يخافوا الله ولا يعرفوا أن هذه كان آخرها اليوم أربعة أطفال من محافظة حجة وكل يوم وهم مكثفة ضرب حقهم على بيوت مسكونة وهم يعرفوا أنهم نازحين في قرية الغيل من كل محافظات حجة وعمران والذمار والمحويت وتعز ومن كل المحافظات الجمهورية إذا لا تكاد تتوقف قذائف الميليشيا التي تسقط على هذه القرية قرية الغيل والذي يذهب ضحيتها أطفال ونساء ورجال أيضا يسقطون هنا في هذه القرية التي تبدو مدمرة نتيجة الحرب التي ظلت فيها لقرابة سنة على ما يبدو أو أكثر من ذلك من هنا من منطقة الغيل على الجرادي قناة بلقيس